اهلا بكم مشاهدينا مشاهدي برنامج الاختيار زي ما عودناكم ان كل حلقة جديدة بيكون معانا حكاية جديدة وكانت اولى حلقتنا حلقة انسانية رغم انها كانت خارج سياق برنامج الاختيار ولكن تضامنا منا اصرف برنامج الاختيار نوهنا عنها وكانت هذه الحالة هي دعاء سامير الدموكي النهاردة عندنا خبر صار عودة دعاء سامير الدموكي وهي صورها معانا الان على الهوى حابب اتوجه بالشكر الى وزارة الداخلية لتضامنها مع برنامج الاختيار بالبحث لعودة دعاء سامير الدموكي حابب ايضا اتوجه بخالص الشكر الى قسم منشئة الاناطر مركز منشئة الاناطر كل القائمين عليه بتضامنهم مع برنامج الاختيار لعودة دعاء سامير الدموكي حابب اتوجه بخالص الشكر الى كل اهالي قرية المنصورية بالبحث عن دعاء سامير الدموكي شكرا لكم الحمد لله على سلامتك يا دعاء حابب ابدأ تاني فقرة عندنا احنا ليه بنقز بعض هنعرف احنا ليه بنقز بعض بعد الفاصل انتظرونا ورجعنا لكم بعد الفاصل وموضوع حلقتنا النهاردة هنفتح موضوع وملف قوي للغاية ويشغل الرأي العام هنفتح النهاردة ملف قوي جدا عن قضية انتشرت في مجتمعنا في الايام الاخيرة بكسرة في الفترة الاخيرة وهي سحرة الكبور ملف مهم جدا شائق للغاية حابب ابدأ موضوعي بآية من كتاب الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا يفلح الساحر حيث اتى صدق الله العظيم وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبع مبقات والتي من ضمنها السحر موضوعنا النهاردة عن الاعمال والسحر والشعوزة والاسحار اللي بيتم زرعها بين شوارع الكبور واحيانا للأسف في بعض القلة من الفئات الضلة بيزرعوا الاعمال دي داخل المقابع ويمكن كمان بيضعوها في اكفان الموتة ملف قول الغاية ملف يشغل كثير من الناس هرد على كل استفساراتكم واسئلكم من خلال مدخلاتكم الهاتفية معنا النهاردة كمان معنا حملة تطهير المقابر حملة تطهير المقابر مجموعة من الشباب اجتمعوا على انهم يشيلوا الاعمال من حوالين المقابر وابتدوا بالفعل ونوهوا عنها انضمت مجموعة كبيرة يمكن بلد بأسرها وهي قرية المنصورية التابعة لمركز منشئة الاناطر عشان كده هيشرفنا النهاردة في الاستوديو احد المتطوعين والمشاركين بهذه الحملات بالمنصورية استاذ محمد عبيد صاحب فكرة تطهير المقابر واستاذ عبدالله العطار اخصاء الطب البديل والعلاج بالقرآن الكريم اهلا بيكم اهلا بيكم اوهلا عرفونا بقى عايزين نعرف النهاردة بقى عرفونا بحملكم ايه مضمونها عايزة توصل لايه عايزة تعرف الناس ايه عايزين تعملوا ايه فضل يا استاذ محمد بسم الله الرحمن الرحيم هو حضرتك الحملة دي تعتبر ان احنا ان انا كان عندي سحر بقاله فترة طويلة اوي فقعدت مع بعض المشايخ معلش خلينا قطعك عرفت منين ان عندك سحر ببعض المشايخ بالعلاج بالقرآن بالعلاج بالقرآن الكريم اه يعني بعض المشايخ روحت لهم وعانيت منهم كتير قوي يعني من من بقالها عشر سنين مش بقالها يعني فترة سيارة فبتكلم مع واحد شيخ قال لي العمال السفل ديت بتندفن في المقابر فالفكرة جات لي من هنا ان انا انزل بوست على النيت عالسوشال اه اه ان احنا نعمل حملة لتطهير المقابر بتاعت بلدنا تمام فالحمد لله يعني استجابوا مشايخ البلد وشباب المنصورية تمام بالفعل ان تاني اول جمعة قبلتنا ان احنا حددنا الاول جمعة جاية ان احنا نروح تمام فاستجاب شباب كتير اوي من منصورية ففعلا رحنا واول يوم طلعنا حوالي يعني اول ساحتين طلعنا حوالي مية عمل سفلي رحنا تاني العصر طلعنا كمان حوالي مية ما هو معلش انت يعني برضو احنا لازم برضو نحترم عقول المشاهدين السادة المشاهدين حضرتك بتقول احنا دخلنا المقابر لقينا فيها اعمال او سحر زي ما انتم بتقولوا تمام لقيتوا الحاجة دي ازاي يعني معلش يعني عرفتوا ازاي ان هي محطوطة هنا جنب المقبرة دي بص الساعة في الحتة دي هقول لحضرتك فضل اولا الحاجات دي بتتحط بجوار المقبرة وبعيدا عن اي مية يعني ما فيش مية بيينفعة تيجي عليها فبيحطوها في خلف الطربة من الخارج مش من الداخل تمام طيب انا خليني برضو ارجع للاستاذ عبدالله طبعا المعالج بالقرآن الكريم حابب اسألك استاذ عبدالله ازاي بتعرف ان بجوار المقبرة دي طبعا احنا كلنا عارفين ان فتح المقابر مجرم قانونة تمام احترامة لحرمة الموت طيب حضرتك بتعرف ازاي ان المقبرة دي مزروع جنبها او محطوط جنبها خلينا نتكلم طبعا بما اننا ولاد بلد خلينا نتكلم بالعامية الشوية ازاي بتعرف ان المقبرة دي مزروع جنبها او محطوط او مدفون المسمى بتاعها يعني زي ما انتم بتقولوا مدفون جنبها عمل او صح ممكن تشرح لنا وتشرح للسادة مشاهدين الفاضل اكيد طبعا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قائمنا بالحق وانت خير الفاتحين طبعا انا لما جات للدعو من استاذ محمد يعني حكالي الاول مشكلة بتاعته ان فيه عنده اصحار معمولة وهو نفسه يعمل حاملة علشان نضف المقابر بتاعتنا لعله وعسى انه ممكن حاجة من حاجة اللي هتطلع دي وفعلا لبنا الدعوة طبعا بمشاركة الشباب المنصورية كلهم بحكم ان احنا يعتبر ارياف فكلها عائلات الناس كلها فعلا طلعت لان دي حاملة يستفد منها الكل مش مش شخص معين يعني مولناش يعني رحين عشان شخص واحد احنا قلنا ده نظف المقابر كلها مش مدفن واحد يعني بالفعل احنا رحنا بحكم طبعا خبرت في مجال الاعلاج بالقرآن اكتر من 19-20 سنة فعندي خبرة طبعا ابعارف الحاجة دي ممكن تبقى مدفنة فين واني مكان لها بالضبط طبعا بمساعدة شباب المنصورية بصراحة ناس بدون اي دعم مادي الناس كلها تجاوبت معانا ما بننكرش ان عدم موجود دعم مادي ان اللي محدش عرض دعم مادي هو عمل خير وتطور وفيه ناس كبار جدا من عائلات موجودة عندنا في المنصورية عرضت علينا قالوا حتى لو مش لكنتوا وبتردم طبعا بعد ما بنخلص بنرجع كل حاجة زي ما كان عشان ما نشتتش المشاهدين معاني فضل حضرتك خلينا ندخل في صلب الموضوع ايه الاعمال بتلاقوا عبارة عن ايه يعني ايه هي يعني ايه عمل العمل ده بيبقى حاجة مثلا سحر مكلف بحاجة معينة حد مثلا عايز يعني ايه مكلف يعني بيبقى جن مكلف ان بيعمل حاجة شخص معين ان بيصيبه بالفقر او مثلا تفرج بين الازواج او بالموت طبعا طبعا الاية بتقول ما هم تضررين بيه من احد الا بيذن الله اللي استثناء في الاية ديك يعني معناها ان في حد بيتصاب يعني فيه شخص بيتصاب فعلا بس ده بيبقى ابتلاق من ربنا كذبا نعم فبيحصل فعلا ان فيه ناس بتتصاب وبيجي لنا حالات كتيرة جدا ان فيه ناس بتتصاب بفقر او بموت الاجنة او بموت احد اولاده بسبب سحر معقول فيه حد بنغله بالحفل ده فيه فيه موجود طبعا يحمي حاجة زي دي عشان يضرده بيها حد يا فندم موجود الحاجات دي الحقد وصل مشان نقول يعني بالذات في الاماكن الارياف بيبقى الموضوع ده منتشر جدا حد مثلا فيه خصومة شخصية بينه وبين اي حد ممكن اسهل حاجة طبعا ده ضعف ايمان طبعا اقل شيء بيعمله ممكن يبروح طب احنا عايزين نعرض برضو عشان نوسط الصورة اكتر للاستادة المشاهدين عايزين نعرض الصور معنا اول صورة معنا وهي صورة المدافن هي دي المدافن يا استاذ عبدالله تمام تمام يا استاذ محمد حضرتك بتدخل دي طبعا الاعمال حابب حضرتك توصف لنا ايه الاعمال دي وعبارة عن ايه الاعمال دي طبعا كلها عبارة عن فيه اعمال منها طبعا متنوعة لقينا اشياء ما نظلوها بهم السلطان الناس بتتفنن طبعا ده مش عمل واحد معين يعني مش عمل شيخ ساحر معين هو اللي بيعمل ده احتفاجينا باشياء طبعا متشابهة جدا فدي بتدل على يعني ده شخص واحد اللي بيعملها ولكن فيه حاجات كتير مختلفة احنا لقينا حاجات يا شيخ لها الولدان لقينا حاجات على رجل عزكم الله رجل حيوانات وجماجن بتاعت حيوانات لقينا حاجات يعني معمولة على برضو أسف هو الحاجات معمولة على نجاسة وصفلية معلش يا ريت يا جماعة اللي اعداد ده يسيب لنا الصورة دي بس يشرحوننا ايه ده عبارة عن ايه الورق ده ده الورق ده بيبقى مكتوب بطريقة سريانية طبعا طلاصم مكتوبة وملفوفة في أكياس بلاستيكية علشان الحاجة دي يعني الشخص اللي هو السحر ده بيضمن ان هي تعيش لسنين يعني انا مش بعمل لك عمل لفترة معنا لا انا عايز اعمله وبلفه كمان كويس بشكرتون او بلاستيك او اي حاجة كده بلافها بكتب فيها طلاصم اللي مكتوبة دي انا شايف هنا مجموعة شباب مسكين ورق الشباب دي انت منتش خايف انهم يتئزوا لا طبعا بحكم خبريتي طبعا في الموضوع ده انا عارف انا طبعا مبلغ ومناوها على الموضوع ده لازم الناس تصلي الفجر في جماعة الاسكار لازم الناس تكون على عضو لازم كله على طهارة عشان يحصر نفسه وبعد كده المهمة بتبقى بتاعتي انا ان انا بحفظ على حماية الناس اللي معايا من اي ضرر يوب عليهم طيب خليني صورة وتعليق ايه تعليق اك على ده ايه ده انا شايف تقريبا شعر ده عبارة عن شعر بيبقى متاخد مثلا من من سيدات وزي ما بيتسمى بالبلد كده بيبقى اطر من الشخص اللي هو هيتصاب بحاجة زي كده بيبقى متاخده طبعا في حاجات كتير احنا شفنا من نوع الشعر ده لسيدة يعني تتعدل الستين او سبعين سنة شعر ابيض يعني احنا حتى تكلمنا اه تكلمنا احنا اقولنا مسلا ممكن تبقى يا سيد احمد ممكن الحاجة دي ممكن تبقى واحدة مسلا متغازة او مسلا في خصومة بينها طبعا الضبط احنا شفنا شعر طبعا حاجة حاجة تحزن ما تشوف مثلا حاجة زي كده لسيدة مثلا او امرأة عندها فوق الستين سبعين سنة تبقى حاجة جديرة ايه العظم ده العظم ده عظم تقريبا صح اذا لم يكن التعبير يعني اه طبعا ده حاجة نوهن عليها برضو للاخوة الجزارين العظم ده بتعامل عزاكم الله على عظم حيوانات فيه انواع معينة او اشكال معينة للعظم اللي بتبقى موجودة العظم ده بيتكتب عليه طلاصم بيتاخد من عند الجزار بعد ما بيرميه عشان كده نوهن للاخوة الجزارين ان لازم العظم ده بالذات هم عارفينه طب يا ريت يا جماعة تقلقونا في الصور طيب بعد اذنكم اه بيتكسب انا حابب بس ان تكون معي صورة وتعليق عشان برضو المشاهد يفهم ايه ده ده اللي موجود قدامنا في الصورة ده ايه دي بتبقى الحاجات اللي هي الخارجة طبعا من من المقابر اللي احنا لعناها بعد ما بنجمعها الاخر اليوم بنبدأ فكها بالطريقة دي بنبدأ فك الحاجة دي طب انا عايز اعرف ايه اللي مكتوب في الورق ده ده بيتكتب بطريقة سيرانية اللي هي لغة الجن بيتكتب طلاصم معينة طبعا ممكن احنا ما يفهمهاش ما يفهمهاش غير الناس اللي شغالة في مجال السحر وطبعا احنا كمعالجين يعني احنا كمعالجين الحاجات دي طبعا بتبقى بتطلد علينا كتير جدا الناس بتلاقيها كان في حد سأل سؤال برضو احب برضو نهو عليه كان سؤال جساء بيقول الحاجة دي مش موجودة غير في المقابر لا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده الحاجة دي ممكن تبقى موجودة في اساسات موجودة في ملابس موجودة طبعا الناس كتير بتجينا بتطلد عليها الحاجة دي في ملابس او في اساس او في سرير تمام هو كمان معانا برضو صورة تانية في حضرتك الصورة دي اه شاب ملفوفة بكيس بلاستيك ازاي عشان تقدر تعيش لو نزل عليها مطر او جيه عليها اي مية تقدر تعيش سنين يعني بيعمل العمل وخايف عليه يبوز يعني عايز يبضل يعيش رجل برواع حبا في الشخص للأسف علشان الموضوع يستمر للاكثر من سنين ده خشب ده ولا ايه ده ولا ده عبارة عن بيبقى جريد بيتاخذ النساء في نخل بيبقى مكتوب عليه دي يعتبر لانا حاجة الاسرة كان يعني حتى جريد الاستقبلوا بيه رسول الله عليه عبدال الصلاة والسلام للأسف الحاجات دي بيبقى اي شيء يعني مكرم طبعا عارفين اللي هو النخل ده بيبقى كل شيء بيستفد منه يعني مين بيستفدوا من كل شيء في النخل ده طيب ارجع ارجع قطعك في الحديث ارجع لأستاذ محمد عايزك تعلق معنا يا ريت يا جماعة بعد ذلكم تقلبوا الصور عايزك تعلق معنا عالصور دي أستاذ محمد ده فعلا بجد حضرتك احنا الحاجات دي مصورينها صوت وصورة مش احنا يعني احنا احنا موسكينها صوت وصورة عشان برضو محدش يقولك الحاجات دي تجات ازاي وبعدين اولا مش احنا اللي مطلعينها تشباب البلد بحالها هي اللي مطلعها بيديها عايز اعرف بتخرجوها ازاي بص حضرتك يعني حتى في ورقة كمان معنا هي مكتوبة برضو تاني في حاجة تانية يعني انا شايف حاجات يعني عجب العجاب زي ما بيقوله تمام بص يا سيد احمد فضل الحاجات دي بتندفن دايما بداية عن اي مية تيجي عليها يعني انت عندك الجرأة انك تدخل مقابر في وقت معين ما انا حابب اعرف بتخش امتى بوقت البدي امتى بالنهار صبعا بالنهار مش بالليه ده من الناس كلها يعني مش احنا ومش احنا لوحدنا احنا حوالي 500 شاب من المنصورية ده البلد البلد بحالها في ناس ما بتقدرش تيجي تبعت اولادها بتيجي تتعامل معا وهم اللي بيشتغلوا بنفسهم يعني الشباب هي اللي بتطلع حاجات دي بنفسها مش احنا وفيه تراب نتلاقي فيها وفيه تراب ما بتلاقيش فيها طيب خلف التربة خلينا كمان ارجع برضو للكنترول عندنا بعد اذنكم يا جماعة لو معنا فيديوهات حضرة ممكن نشوفها طيب خلاص وكي على ما يجاهزوها معنا ارجع تاني لأستاذ عبدالله يا أستاذ عبدالله حضرتك انت خارج معاك مجموعة من الشباب دول في مسؤوليتك بعد الله اه طبعا فضل الله الشباب دي هل ممكن وهو بيخرج العمل او السحر ده مش ممكن يتزي مش ممكن يتصاب مش ممكن يتحول عليه اه طبعا بالذات لو فيه حد اصلا مع مشكلة ازاي تعزله بقى ازاي تفصل لا لا ده ده اولا انا قلت له يحصن نفسه ازاي وبعد كده دي يعني ده يعني تخصصي انا عارف ان هذا رح حفظ على الناس اللي معايا ازاي اه لو فيه اي حد واعليه اي ضرر بابعارف يعني عيني مش على الفحتة او مثلا المكان اللي بقولهم المكان ده اه افحته فيه مثلا او حفوره هنا طبعا الحفر ما بزيتش عن 10 سنطي او 15 سنطي ده فين الحفر بزيتش الحفر خارج المقابر بجر المقابر امامها وخلفها يعني ما بنفتحش مقابر لا 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 خالص مفيش اي نبشة او انتهاك اي حرمة ميت طبعا تمام وبيكون بتواجد هل اهلهم بيكون متواجدين معاكم بالضبط ده مش شباب بس بحيث ان يكون اي مقبرة بحاول افحت حواليها حصل حصل احنا لقينا في مقابر معانا ان موجود فيها طبعا يعني شباب طبعا من عائلات كبيرة طبعا هي الفيديوهات يا أستاذ عبدالله جاهزة معنا يا ريتك جماعة بعد ذلكم تعرضوا عنا انا عايزك بقى تعلقلي والفيديو شغال كده يا أستاذ عبدالله تمام ده عبارة ده من الحاجات السفلية الحاجات القذرة جدا اللي احنا اتفاجئنا بيها ده عبارة عن بيضة عبارة عن بيضة مكتوب عليها طلاصم خارجية وللأسف من الشيء اللي هو ان شر البلية ما يضحك يعني حد واحنا من فوق الحاجات دي بيقول لي انا اموت واعرف ازاي لا طبعا بعد ما فتحناها لقينا داخلها ورقة مكتوب فيها طلاصم كبيرة جدا ورقة كبيرة جدا من الطبقة محتوى طواب يقول لي انا اعرف عايز اعرف ازاي الراجل ده حط الحاجة دي جوه البيضة وهي مقفولة طب واحنا حابين برضو النوح برضو ان يا جماعة الاعمال والسحر والحاجات اللي مدفونا دي كلها من خارج المقابر وليس من داخل المقابر لم يتم منبش اي قبر الكم ده على مسؤوليتنا اي حد عنده اي تصوير او صورة هون يا دلوقتي زي ما حضرتك اه موسط صوت صورة بس برضو ورد ان يكون حد معا حاجة احنا مش عارض دي ورقة مش عارض ايه دي حاجة سفلية دي بداية ما دخلنا على طول طبعا احنا ما كناش متوقعين هلاقي الحاجات دي اول ما دخلنا على طول اول تلات مقابر دخلنا عليهم اتفاجئنا بتلات اعمال او اربع اعمال سفلين زي كده معمولين على عزكم الله على نجاسة بعظام حيوانات وبحاجات معمولة على ضم حائد وحاجات نجاسة حاجات زي كده ده اول ما دخل فضل بايش فضل بايش فطبعا انا عاو شايف هنا قدامي دي لما كانش خلني التعبير دي عظمية صح ياン اه تمام يعني ايه تتحط على دي بتتحط وبيتكتب عليها طلاصم زي ازي السورة اللي كانت قابل كده موجودة معنا برضو بيتحط عليها بتكتب عليها طلاصم معينة وبتتلف مثلا في غماش او بتتلف جنب الحاجة اللي معمولة دي بجار المقابر طبعاً بيباعتمد السحر أو اللي بيتفنها دي أنه محدش هيأصر عليها مفيش حد يجي جنب اله أنا شايف برضو بعض الشباب يا أستاذ عبدالله هنا مسك حاجة في إيديه أنا مش عارف إيه كيس أو ورق أو مش عارف بصراحة يعني هو كمان إن الصورة بتقول الفيديو بيقول يا جماعة إن دي ده حضرتك إنت ده أستاذ عبدالله إن هي جنب المكبرة وليس داخل المكبرة ده الصورة أبلغ دليل طبعاً ده الحفر موجود يعني وموقعت على مسافة قريبة جداً طيب إحنا معنا اتصال يبدو إن الاتصال قطع طيب كنا بقول إن الحاجة دي كمان بينا في الصور دي خارج المكبرة يعني الصورة أبلغ دليل على الكلام اللي إحنا بيقوله طبعاً إحنا الصور كلها بينا إن إحنا ما نباش يعني ما نبناش ما نبناش ما نبناش ما نباش نباش ما نباش نباش لأي قبر أو نتاك لأي حرم بتميت طبعاً وطبعاً ده لو حصل عايزين نوعنا حاجة برضو عايزين نقول حاجة مهمة لو حصل إحنا معنا كبلد أرياف شباب أكتر من 500-600 شاب كلهم من عائلات مختلفة أكيد إن كله كان يعترض وفي ناس قالت إن إحنا لو شايف إنه في حاجة في المكبرة ما كانش حد هينضم للحاجة إحنا إفحط أو إفتح وإحنا نطلعها دي بتاعتنا إحنا قلنانا دي بتاعتك وإنت حر فيها بعد كده إنت عايز تنظف المكبرة بتاعتك أو المدفع بتاعتك دي بتاعتك دي بتاعتك أما إحنا دلوقتي لأ إحنا بنضار على الحاجة اللي بنضار يعني إنت دوركم بيقتصر حوالين خارج المكبرة تمام تمام صح كده؟ لا صح فعلاً فعلاً طيب في أنا شايف طيب معنا مكالمة صيد مع زيرة المقاطعة معنا مكالمة أستاذ جمال نقول ألو عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت أستاذ ممكن أكلم أستاذ عبدالله معلاش اتفضل يا فتا فتا معاك الأستاذ عبدالله يا أستاذ عبدالله سمحت أنا دي لأربع شهور معاني ضطني كانت ما توجعني ورأت كده ميلة جدام مش قدرة مش مش مصدعة ولا حاجة تمام وجعاني وظهري من المغزة من هذه الضهري من تحت وجعني تمام وجيني جسمي كده يثيب وتشد مرة واحدة ويخشب تمام كانت تجيني رؤيات في الليل هشوفه لمغزة حيوانات الله يكرمك وكان لمغزة كانت تجيني حاجات تانية ما ينفعش أولاك عليها ما عليش يعني أنا هاتف تمام تمام مفهوم فرحت الشيخ قلق عندك سحر معمولك والمهم رحت الواحد تاني بعيد فطلع وبيدوس على بصمة كده فوق طلعت مني حاجة زي الكهرباء وزي النمج مأثر على ناسي المخيخ اللي جوها المخ ده متابعي بدوك ولابس مضارة عشان يعني يعني طب يا أستاذ جمال معذرة ان انا هقطعك انت حضرتك اتصلت بالأستاذ عبدالله تمام مشكورا لمداخلتك معنا طبعا في برنامج الاختيار بس حابب اسألك معلش يا جماعة اسبهونا بس لحظات معنا حابب اسألك ليه ما اتجهتش للطب تمام رحت للطب فعفوك عشر دكاتر هلو سمعت نعم اه رحت عشر دكاتر حضرتك رحت العشر دكاتر طب ايه الفصصات قالت ايه او التحاليل قالت ايه معلش يعني قلو كل دا من دوات نعم التحالي تقول الدكتور قال يلي عندك حما اه هما بارسيليا بتاع لا يكرمك بتاع شخص PE رحت خط دوا وتعبت ما تحسنته ش嗯 ruحت له تھان Boo انت عندك شوية جالك و رحت الدكتورة ثاني شافت التحاليل جايت ل energized lei ما عندكش حما انت عندك شوية طفالات في البطن رحت الدكتور تاني قال عن لتباءت دكتور داني انت معندكش اي حاجة lol طيب يا أستاذ جمال أشكر بقشي من بطني المرض بتنجل من بطني عشان وقتنا عشان وقتنا بس أشكر حضرتك على اتصالك إن شاء الله أشكرك على اتصالك ونكلمك بعد الحلقة الأستاذ عبدالله يتواصل معك إيه ردك على الأستاذ جمال طبعا شافك الله عفاك ده أول حاجة طبعا ما بيجي لنا حلقة زي كده أول حاجة بنقول هالو إن كانت تتواصل معنا بالتليفون أو تتواصل معنا جالنا أول حاجة لازم بنقوله لازم يتجهل أول لنحية الطبية أي إن كانت نفسية أو جسمانية يعني يشوف مثلا بيشتكي من بطني يروح بتخصص بطنة أو يخصص عظام لازم الأول بنوجهه بنوجهه لأن الحاجات دي تتشابه أعراضها من أعراض المسي والسحر يبقى حضرتك حابب تقول عشان أرجع لضيفي عشان كده سألته حضرتك حابب تقول أن لكل دائم دواء ويرجع للطب الأول عشان كده سألناه وقال لك أنا رحت العشر دكاترة وبعد كده قال يعني ما وصلش الحل فبدأ يتجه إنه ممكن يكون فعلا معموله حاجة وارد إحنا برضو مش عايزين كل حد معاه حاجة يقوله إنه سحر ده ممكن يبقى لابسة أو ما السعادة حضرتك لأنه فيه سؤال برضو من السادة المشاهدين جانا يا أستاذ محمد أنتوا جاكم أي استغاثات في مشاكل اتحلت بعد ما أنتوا اللفتوا حولينه المقابر وطهرتوا الموضوع الأعمال والسح يعني احكي لنا قصة حصلت بص حضرتك هو اللي حصل وما حصلش معي هنا يعني الاستغاثات اللي جاد ديت وإنه فعلا فيه ناس ارتحت حصلت مع واحد شيخ بيعالج بالقرآن فهو قال لي فعلا قال لي أنتوا بعد ما عملتم الموضوع ده فيه ناس اتصلت علي قالت لي احنا ارتحنا هو راجل بيعالج بالقرآن وليس بياخد أي دنيا يعني طيب حضرتكم هل ما زلتم مستمرين في الحملة؟ إن شاء الله مستمرين لحن ما نظر ليها وقت معين بلان معين يعني حضرتك لحد ما خلص مقابر المنصورية والبلاد يعني المنصورية وكان كريت عب صامد معنا اتصال تاني نقول ألو 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 أستاذ سعيد معنا أيوة ألو أيوة أهلا نساني أستاذ سعيد فضل أستاذ سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل المشاهدين وحضراتكم أهلا نسبة فيما يخص سامعيني كده كويس؟ الفضل أستاذ سعيد سامعيني ربما أكون ممن يفضلون إغفال الحديث عن السحر نظر الطاق هو الصوت بيقطع بس مع زرطنا أستاذ سعيد لو بس ينقف في مكان فيه الشبكة تكون كويسة بس عشان نسمع حضرتك لسه معنا أستاذ سعيد يا جماعة؟ كده؟ آه تمام اتفضل يا أستاذ سعيد لكن أثر السحر وما ينتج عنه متلاعيات خفيرة خاصة أنها تؤثر في النتيجة الاجتماعي ليس فقط على مستوى الفردي في حزب بل على مستوى الأسرة بل على مستوى المجتمع بأسره مما يصعب علينا أغفال الموضوع الطاضي عنه طب حابب أسر أنا آسف أن أنا بقطعك يا أستاذ سعيد أنا أطفق أن وجود السحر في مجتمع ما يتناسب عكسيا مع استقراره سعيد أنا معذرة أن أنا بقطع حضرتك إيه حكم الدين في اللي بتقال ده؟ حكم الدين فيه؟ آه في إيه تاني معلش أسمى؟ إيه حكم الدين في حكاية السحر والاستخراج الأعمال والسحر من حوالين المقابر وتطهير كلام جميل جيت فضل وكلنا عارفين العيات القرآنية زي عيات الكرسي وكل أيها الكافرون وكل الله أحد وكل عبارة وكل فلك وعيات الفحر التي ذكرت في سورة الأعراف أو سورة طاها أو سورة يونس وعيات كثيرة ولكن الأمر أو سواء كان برضو يعلم الجميع أن التصبح كل يوم بسبع ثمرات من عجوة أحد التداوي زي ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما التصبح كل يوم من سبع ثمرات عجوة لم يضره سحر ده المتعارف بين الجميع الأمر اللي فعلوا مجموعة من الشباب المنصورية من استخراجه وإبطاله قد لا يكون مألوفا للبعض ولكن الطريقة دي ذكرها ابن الفين في الطب النبوي أن هناك طرق عديدة لإبطال السحر ولكن أبلغها وأبطالها استخراجه وإبطاله كما صحى الندمية صلى الله عليه وسلم عندما دله ربه سبحانه عن موضع تحره استخرجه فلما استخرجه ذهب ما به بمنزلة إزالة المادة الخبيثة من الجسد بالاستفراغ مثلا فالمادة أو هذه الطريقة مذكورة ما ذكرها ابن القيم في الطب النبوي طيب يا أستاذ سعيد معذرة أن أنا بقطع حضرتك لأستاذ سعيد كشك الباحث الإسلامي هو النهاردة بيعرفنا أن موضوع السحر والأعمال وأن دي موجودة في القرآن وأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو أصيب به طبعا أنا بصراحة أنا شايف قدامي عجب العجاب يعني الصورة هي أكبر تعليق على اللي بيحصل ده بالنسبة للأعمال دي أستاذ عبدالله أنت شايف أخيرها إيه؟ إن شاء الله يا أخيرها خير طبعا بعد استخراج أكتر من 400 عمل أو سحر سفلي من المقابر طبعا حكم شغلي في المجال ده جالي ناس كتير جدا تم شفاقة بفضل الله هنعرف جيل حضرتك بسبب الموضوع ده هنعرف جيل حضرتك بفضل الله ناس كتير الحمد لله هنعرف جيل حضرتك إيه طبعا خلوكم معنا انتظرونا إن شاء الله بعد الفاصل وهيكون معنا المستشار القانوني الأستاذ هاني أبو كعب خلونا نخرج فاصل ونرجع لكم من تاني ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا ضيف جديد هو المستشار القانوني ومن بلدة المنصورية هو الأستاذ هاني إبراهيم أبو كعب أهلا وسهلا بك أستاذ هاني أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد وأهلا بضيفك القرام وأنا سعيد بتشريفي لكم النهار ده في قناة الصح والجمال وبرنامج الاختيار الله ما شاء الله يوم عن يوم بينتشره يوم عن يوم لجمهوره ودايما يا رب بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله حضرتك رب نورتنا يا أستاذ هاني طي حضرتك بقى إحنا سألنا أهل الدين وقالوا رأيهم إحنا بقى عايزين نسأل أهل القانون تمام إيه حكم القانون في الحاجات دي أو إيه القانون إيه رأيه في حكاية الاستخراج الأعمال والسحر ويعني حابين تشرح لنا الصورة وتكون واضحة للسادة المشاهدين فضل يا أستاذ وطبعا رأي القانون في الجزء دي مش اختلف طبعا عن نظرة المجتمع والأورفلياة وطبعا القانون مجرم موضوع يعني إن الناس تدفن الأسحار والأعمال في المقابر وقانون الأقوم فضل طبعا جربها وهي مشكلة طبعا عويسة ومستعصية وأصارها يكاد يكون لامس الكبير والصغير في المجتمع ويكاد بنشوفها على يعني على الناس المشاركة المصري عالجوا جزئة دي في المادة 160 من قلون عقوبات في الفقرة الثانية والثالثة عقب إن كل من دنس المقابر بأي شكل من الأشكال أو جعل شيء ودنسه يعني هقضعك مع زرة أمبا يا أستاذان بما إن حضرتك معنا النهاردة فلازم أستغل الوقت ده وأستغل فكرة القانون أو إيه رأي القانون أو إيه حكم القانون حضرتك بتقول إن أي حد يستخدم المقابر في أي عمل مشين فإحنا طبعا أسف إن أنا بقاطع حضرتك إحنا معنا انفجار مكالمات يعني معنا مكالمات يعني لا تعد ولا تحصى خلينا طيب ناخد مكالمة معنا الأستاذ ماهر همام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مسأله أستاذ ماهر الله يكرمك اتفضل يفهمك أنا برحب أجلكم اقتضرهم يا شيد عبدالله وصيد أنا أبو كاع وصيد محمد وكل يفرامين على عمل الخير ده وبشكرهم بإذن الله لأجعلهم وإنزح حسناتهم الله يكرمك اتفضل أنا من أبناء المنصورية ومشارك معا وصيد حمد طب حلو قوي أن حضرتك طبعا المكالمات يا ريت النهاردة إحنا فاتحين كل الخطوط عندنا لاستقبال مكالمات أبناء المنصورية عشان يشاركونا رأيهم أستاذ ماهر حضرتك راضي على اللي بيحصل ده في المقابر أيضا طبعا يا فاند طبعا جدا وأنا فخور أن أمشاركونا في الحملة الخيرية ديك وسعيد جدا بلدنا يجعلهم يعني حضرتك أنتو مفتحتوش مقابر أنتو بتلكو حوالين المقابر ولا إيه؟ لا يا فاند ما فيش فتح مقابر ولا نبش أي حرم أي ميز كل من خارج المقابر تمام تمام يعني حضرتك راضي عن الموضوع ده تمام شكرا أشكرك على اتصالك أستاذ ماهر وشاهد شاهد من أهله إيه رأي أرجع تاني لأستاذ هاني اتفضل كامل يا أستاذ هاني عايزين برضو تبسط لنا الموضوع أكتر عشان السادة المشاهدين يستوعبوا إيه رأي القانون في الحكاية دي المشارع في قانون الواقبات المصري جرم جريمة تدنيس المقابر عموما في المادة 160 في الفقرة الثانية والثالثة اللي كل من انتهك حرمة المقابر وده اللي لسه عجبه بالحبس والغرامة أو الحبسة والغرامة إنه طبعا هو عمل مشين وبيقض بالضرر على الناس كتير وأثاره السلبية يكاد يكون مالية لمجتمع كله وإحنا عايزين نقول إن للأسف الناس اللي بتلجأ بتبقى الناس أصلا يعني ناقصة ومريضة أخلاقيا وإيمانيا وبعيدة كل البعد طبعا عن ربنا لأن العمل ده يعتبر شركة بالله يعني حضرتك عايز تقول إن أي حد يستغل أي مقبرة فيها موتة العقوبة بتكون بالحبس قد إيه أو الغرامة قد إيه؟ بالحبس أو الغرامة هو المشرع ما حددتش مدة للحبس معينة هو هو الحبس وغرامة بس هو غلزها بس هو غلزها لمدة تصل لخمس سنين إن كانت العمال دي بتضر بالأم العام معقول؟ آه غلزها الخمس سنين إن كانت العمال دي بتضر بالأم العام والجريمة دي إليها ركنيون روك المادي وركن معنويه كل عمل من شأنه إنك إنت تدنس به المجبرة ناخد الركن المادي الأول وبعد كده هنشوف المعنويه نرجع تاني معنا مكالمة طبعاً آسف إن أنا بقطعك معنا الأستاذ أيمان العطار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا نبيك أستاذين أستاذ أحمد أحب ماشي عليك وعلى أضيبك القرارة يريد بس توطي التلفزيون عشان نسمع حضرتك كويس بس اتفضل أستاذ اتفضل أنا أحب مس عليكم على ضيبك القرارة نعم الموجودين عندنا أنا في المنصورية وأنا كنت في الحاملة بتاع التنزيب المقابر الده أستاذ أحمد طب جميل جداً إن حضرتك من المنصورية إيه رأي حضرتك في الحاملة طبعاً كنت مع الأستاذ عبد الله هاي وإذنية يوم الجمه تمام طيب يعني مفيش نبش في الكبور يعني مفيش نبش في الكبور كله خارج كله خارج المقابر وحوالين الشوارع المحيطة بالمقابر مظبوط كده؟ بس ناس هجمتنا في البلد في ناس هجمتنا في البلد وبتتهمنا بالتهمات ايه سبب الهجوم؟ فينا ناشية في حد بيقول سبوبة يعني طرح موضوع أنا معرفوش لسه جديد يعني ايه سبوبة ويعني ايه؟ هل انتوا بتتقاضوا أي مبالغ مالية من حد معين مقابل أنه كنت طهار والمقابر؟ يعني اه هو حد اللي طرح الموضوع اه تمام احنا قلنا الكلام ده أي حد احنا بنقول على الملأ لان احنا يعني بفضل الله احنا مش خايفين من حد اي حد يشاف ان هو ادى اي حد من الشباب جنيه واحد يجي يقول على الهواء احنا حضرتك التفاتح للتصلاة يجي يقول على الهواء انا الديت فلان ده مبلغ علشان يشتغل ايا كان حتى لو الناس اللي اشتغلت مش الناس اللي هي كتشغلة مخاطرة بالنفسها وسابق اولاده اللي هيحكم بيني وبينك الجمهور اه اعزينا المشاهدين برنامج الاختيار الاستاذ عبدالله بيقول ان اي حد من ابناء المنصورية بيقول ان احنا اخدنا جنيه اه تقاضي اه للاعمال الخيرية او ان احنا نطلع اه اعمال او سيحنا مصبوطة احنا او الناس اللي اشتغلت بايدها ممكن يتصل يتواصل معنا واحنا اخطوطنا مفتوحة ما بنقفلش وفوش حد طب ارجع او الاساس هاني تاني انت حضرتك سمحت المكالمة الاخيرة هو طبعا هو تعليقا على المكالمة الاخيرة الناس دي بصراحة تشكر طبعا على المجهود اللي هي بتعمله اولا الناس دي يعني بتسعى جاهدة للنيات فوق ضرر يعني استاذ محمد ضيف حضرتك كان في اللي كان في الاول كان قال لحضرتك هو من الناس قوله اصيد بالموضوع ده والاسف بينتشر الموضوع ده السيد محمد عيد عبيد والاسف الموضوع ده بينتشر في القرى وفي الالياه فلين بيبقى اللي تايمان عندهم الناس بيبقى عارفة بعضها فبيبقى اسهل حاجة عنده ان هو يلجأ للساحر او للمشعوز واخذ بالحضرتك فطبعا يا برضو تعقبا على الضيف الكريم اللي شرفنا باتصاله لا الناس دي طبعا تشكر على المجهود اللي هي بتعمله الناس دي ما بتمبش الكبور الناس دي ما لهاش دعوه بالجسس تماما افضح حضرتك من ابناء المنصورية اوه طبعا طبعا انا شايف الاصر انا شايف الاصر وهو طبعا برضو هعقب برضو تعقب تاني انا عايز اقوله ان الناس دي ما بتدورش حد اولا ما بتنتهكش حرمت قبر يعني اياه ما بتفتحش عشان تدخل قبر الناس دي حضرتك يعني بتدور حوالين الكبور بتفحط يعني مش اقول بتفحط عشان في احتزا بيبقى كبير الناس دي لمسافة مثلا عشرة سنتي حوالين الكبور والشوارع بتطلع اللي فيها اكيد هيكون معانا هيكون فيه سلسلة حلقات عن ملف مهم للغاية ملف يشغل الرأي العام وربما بعض الدول العربية ايضا تعتم بهذا الموضوع هنقشف في عدة حلقات اخرى معانا قضية مهمة وهي قضية مستشفى المنصرية وايضا نقطة شرطة المنصرية ياريت الصور تكون معانا على الهواء يا جماعة دي نقطة شرطة المنصرية عبارة يعني انا مش لاقي وصفه او صيفه ده ايه ده يا استاذ هاني دي اللي اسف عندنا دي النقطة شرطة المنصرية يكاد يكون من من 2011 وهي على وضع الحال وهي تقريبا مستشفى المنصرية دي المستشفى فان تمام مستشفى المنصرية متوقفة من 28 تسعة 2011 ده سواني بعد ذلك يا جماعة وقفوا لي الصورة دي انا شايف فيه اه معذرة اه غنم داخل المستشفى يا مهجورة خلاص منتسابة بعد ما تبنت قالك ان هي غير مطابقة المواصفات وقفت على كده انا اعلم ذلك انها مهجورة لها عدة سنوات ما بقيت كده بقيت ممكن تغيرونها كمان يا جماعة الصور بعد ذلك انت حضرك شفت اهو يعني حد معاها عزاكم الله شات اغنام يدخلهم حد عند عربية مستشفى المنصرية معالي وزيرت الصحة اه معمولة جراش حاليا يوجد بها اغنام مجراش مستشفى المنصرية معالي وزيرت الصحة يوجد بها اغنام السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بيعرض كل القضايا بين اياد اولاده بيقول انا بشاركو حتى في الحاجات اللي ما ينفعش ان انا اتكلم فيها على العام بعد اذن السيادتك يا فندم ده يرضي مين دي مستشفى تكامولي مستشفى المنصرية مركز منشئة الاناطر ياريت يا جماعة تغيرونا الصور عشان برغم برغم يعني اللي عنده عربية بركنا فيها اللي عنده شوية عزاكم الله شات اغنام زي كده برغم برغم حضرتك في اللي بيحصل ده يا استاذ هاني برغم برغم حضرتك ان المستشفى دي بتخدم فوق من العشر كرة والتجمعات سكانية بعدها يعني هي بتخدم المنصرية والمنشية وبرئيش وعزبة عب صمد وعزبة الصفيح وعزبة عرب المنصرية ووزاة الكوم يعني بتخدم عشر تجمعات سكانية انا ساك فيها اعزاكم الله كمان عفوا انزبالا ده انا نستشفى هي على الوضع الحالي ده من من 98 او استاذ احمد برغم حضرتك اجهزتها موجودة عندنا ده كترة في المنصرية ما شاء الله قماط كبيرة كوادر 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 في المنصرية حتى يعني بصراحة في الازمة الاخيرة بتاعت جائحة كورونا دي نوقفه مع الاهالي واقفة كويسة وكانوا يتعاون وتعاون محترم لهم من لنا جميعا كاملوا الشكر على موجودهم يا الصور معنا يا استاذ هاني معنا دي اجهزة دي اجهزة دي اجهزة تكييف يعني المستشفى مجهزة للعمل لكن متوقفة على البناء وتجهزها لانها تبقى مستشفى لكن اجهزتها يا احمد بي موجودة وحالتها موجودة والارض موجودة وزيدك من البيتش يا رسول احمد احنا عندنا الحمد لله الناس في المنصرية يعني مقدمين على العطاء وناس كورمة يعني انت متخيل لحضرتك ان لو في حد مثلا من الجهات التنفيذية في البلد قالت ان احنا عايزين مساعدة هتلاقي البلد عن بقرة ابيها كلها ساعدت في موضوع زي ده برضو في موضوع نقطة المنصرية المنصرية برضو بتخدمش المنصرية النقطة بتخدمش المنصرية لوحدها لا بتخدم برضو عشر تجمعات سكانية برضو البلد تمن وكل البلد اللي حوالينا برضو رهنا اشارة من ان احنا نساعد في حاجة زي كده نساعد بمجهودنا ونساعد بالمال ان احنا نقوم دولا بدل دلوقتي حضرتك تخيل يا سوز احمد ان احنا مثلا لو الساعة واحدة والتنين بالليل وما فيش دكتور فاتح او ما فيش حد استجاب بنضطر ان احنا نمشي عشرات الكيلومترات عشان نوصل مثلا لمستشفى مركزي استاذ هاني استاذ عبدالله عايزكم توعدوني ان على الهواء معنا ملف مهم جدا هو ملف المنصرية نقطة شرطة المنصرية مستشفى المنصرية ده من اولويات برنامج الاختيار معالي وزيرت الصحة رجاء بعد اذن معاليكي هذا الحال لا يرضي اي بشر بعد اذن معاليكي نظرة رحمة للمنصرية معالي وزير الداخلية رجاء من معاليك التقرم باعادة تشغيل نقطة المنصرية واستاذ احمد كل النقطة اللي حوالينا يعني كانت العمالة طبعا التخريبية اللي قامت بها الاشخاص غير المسؤولة كل النقطة اللي حوالينا اشتغلت الحمد اللي يعني نقطة تقرقية كلمة اخيرة استاذ عبدالله قبل ما نختم حابب توجهها للستادة المشاهدين عايزين الناس تتاقى ربنا ترجع لربنا شوي يعني الناس ما تستسهلش موضوع ان واحدة عايزة يعني تأذي حد او حد عايز يأذي اي شخص مثلا يستسل يروح لسحر لاني هو ده السحر كافر واللي بروح له برضو بيبقى عليه نفس الزم والسحر ليشو مريحة لدينا فاحنا مش عايزين نوقع في حاجة زي كده يبقى بخسر اخريتي ودنيتي يعني بخسر اللي اتنين وبنقدم يعني الاسف الواحدة اللي بتروح لسحر دي بتقدم تنازلات مينفعش نتكلم عنها فاي يعني عايزين نتخلص الموضوع ده صدق الله وكذب المنجمون ارجع للأستاذ هاني كلمة اخيرة بعد ازدك قال الفضيلة الشيخ عبدالله الناس تتقى ربنا الناس تتقى ربنا شوية ومش ده اللي هيبقى الملجأ والمونجل اللي الانسان عايز يعني شكرا استاذ هاني شكرا استاذ عبدالله شكرا برنامج الاختيار برنامج الاختيار قائم على اظهار الحقائق دائما برنامج الاختيار من قلب الشارع المصري برنامج الاختيار هو امن وحسن بعض الله برنامج الاختيار بيظهر كل مشاكلكم اتوجه رسالة اخرى قبل ان اختم حلقتي معالي وزيرة الصحة نظرة رحمة الاهالي المنصرية معالي وزير الداخلية نظرة رحمة لابناء المنصرية التعداد السكاني تجاوز 180 الف مواطن داخل منشئة اعفوا داخل قرية المنصرية شكرا ليكم نورتوني شكرا يا فندم شكرا اترككم في حفظ الله وامني ورعاياتي انتظرونا الاسبوع المقبل مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة